إنما تتعرض له شركة ليبيا للنفط المشترك اليوم من ممارسات وضغوطات وإجراءات تعصفية قمعية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريغا لتسويق النفط محاولة منهم لوضع اليد على أصول الشركة وممتلكاتها وبات هذا الأمر جليا بسبب الإجراءات الأخيرة التي صدرت من قبل رئيس مجلس إدارة شركة البريغا بشكل غير رسمي بتحديد ثقف محدد لقيمة شراء المحروقات بحد أقصى لا يتجاوز المليون دينار في الوقت الذي كانت فيه شركة ليبيا للنفط تقوم بشراء محروقات شهرية بقيمة على الأقل أو بقيمة على الأقل 14 مليون دينار ولا يخف على أحد أن ما يعانيه المواطن من ازدحامات أمام محطات الوقود سببه المباشر كان دائما شركة البريغا كما حدث في الأوين الأخيرة وذلك لتقليل الكميات السنوية الموردة من قبل المؤسسة الوطنية وتخفيض الكميات الموزة على شركات التوزيع من قبل شركة البريغا وبالإضافة إلى فشل البريغا فنيا وإداريا في توريد المحروقات وعدم قدرتها على استعادة المخزون الاستراتيجي للدولة لأكثر من ست سنوات وإنما تعرضت له شركة البريغا من خسائر فادحة في السنوات الأخيرة نتيجة تولي مهامها أشخاص غير أكفاء وإنما جاءوا بمبدأ المداورة أسوة بما هو معمول به في الشركات النفطية الأخرى الأمر الذي جعلها تقفز على اختصاصات وناشاطات شركات التوزيع باستصدار قرار من المجلس الرئاسي يجعلها تتملك وتشغل محطات الوقود مرة أخرى إن الإجراءات الممنهجة متعلقة بالتكلفات والاستبدال لعلى المناصب بين شركة ليبيا للنفط والبريغا ما هو إلا محاولة خبيتة وبائسة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريغا لإفشال شركة ليبيا للنفط وإظهارها بمظهر العاجز عن القيام بمهامها أمام الرأي العام نتيجة ما قامت به هذه الشخصيات من إجراءات فنية وإدارية مؤخرا ومن خلال ما سبق ذكره فإننا نحن موظفي شركة ليبيا للنفط نناشد السلطات التشريعية والتنفيذية بالدولة لوقف هذه التصرفات والعبة الممنهج لإسقاط أحد المؤسسات بالدولة وكما نشدد لأخذ الحيط والحذر من هذه التجاوزات والتدخل لإبطال وإفشال كل مخططات المؤسسة والبريغا للاستحواذ على أصول وممتلكات شركة ليبيا للنفط التي هي مال كل الليبيين وعليه فإننا نوصي بالآتي واحد أعطاه كل الوقت للأجهزة الاعتبارية بالدولة للتدخل وحل هذا الإشكال قبل تدخلنا عدم السماح لشركة البريغا بالتدخل في الشؤون الداخلية لشركة ليبيا نفط من قبل بعض الشخصيات التي كانت محسوبة على شركة ليبيا للنفط وكان إجراءاتها مغايرة ومناقضة للإجراءات التي تقوم بها في الوقت الحالي ثلاثة أصول شركة ليبيا للنفط وممتلكاتها خط أحمر وسيتم رزع كل من تسوي له نفسه ومن يتبط تورطه في هذا الشأن سواء كان من داخل الشركة أو من خارجها أربعة مرتبات موظفي شركة ليبيا للنفط حق مكتسب للموظفين أسوة بباقي القطاعات والمؤسسات بالدولة وكل من يحاول التعدي على هذا الحق بالطرق المباشرة أو الغير مباشرة سيتم رزعه ولو بالقوة خمسة مطالبة ملاك شركة ليبيا للنفط التدخل في عملية تسوية الديون مع شركة البريغا بدون التفريد في الشركة وحقوقها واختيار الأشخاص المناسبين للقيام بهذا العمل ستة على شركة البريغا والمؤسسة الوطنية للنفط الفصل التام بين الإجراءات القانونية والإجراءات الإدارية والفنية الكفيلة بتوصيل المحروقات لكل أطياف الشعب الليبي وعظم إخضاعها لأفكار وأوهام والحسابات الشخصية لبعض المسؤولين الذين كان آخر همهم معاناة المواطن سبعة نحضر أي مسؤول من شركة ليبيا للنفط يصدر عنه تواطئ مع أي طرف أو مسؤول بشركة البريغا من شأنه محاولة ضياع والإضرار بأصول وممتلكات الشركة وحقوق الموظفين والشخص الغير قادر على أداء مهامه بالشكل المطلوب عليه ترك المجال لغيره من الشرفاء وأخيرا نؤكد نحن موظفي شركة ليبيا للنفط المشتركة أننا لن ندخل في اعتصامات وقف المحطات الوقود وأننا على استعداد تام لتلبية احتياجات المواطنين وتزويدهم بالمحروقات وإن شركة ليبيا للنفط كانت ولا زالت سباقة في هذا الشأن ولن يتدخر أبناؤها جهد لرفع المعاناة وتدليل الصعاب في كل ربع بلدنا الحبيب عاشت ليبيا حرة أبية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موظفي شركة ليبيا للنفط المشتركة موظفي شركة ليبيا للعايشة ترجمة نانسي قنقر